السؤال الذي بعد ذلك بيقول لو في مبلغ من المال بقصد الصدقة الجارية أيهم أفضل من الريع أساعد عروسة ولا مريض ولا جامع ولا مستشفى ولا مصاريف مدارس أم أضع المبلغ في مستشفى أو مدرسة لا احنا عندنا قواعد بوضحة في مسألة الصدقة والزكاة أن الإنسان قبل البنيان أن كل الأشياء التي تتعلق بالإنسان هي الأولى لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين أن أي حاجة تتعلق بالصدقة وإخراج المال وإعطاء المال للناس بنميل فيها إلى أنها تكون في الإنسان فلو سألتني ما بين المريض ومسألة مساعدة العروسة في كفة ومسألة بناء جامع ومستشفى في كفة لا على طول مساعدة العروسة وخاصة دي صدقة جارية لأن طول ما هي عايشة في أسرتها وفي زواجها طول ما الريع وطول ما الثواب يعود عليك إذن واضح جدا أن الثواب الذي يعود أن تضع المال وأن تضع الصدقة في الإنسان أكثر ثوابا من أن تضعها في البنيان وعلى ذلك فأنت لو بتسألني تجهيز العروسة وكمان معالجة المريض أولى من بناء مستشفى فهو دوت المعنى الأفضل في مسألة ماذا؟ في مسألة وضع الصدقة ودوت يكون أكثر ثوابا نعم لأن الإنسان أكثر جريانا لأن حياته أبقى من حياة البنيان وإذا كده هو الأفضل في مسألة الصدقة الجارية